السلام عليكم و اشتركوا فيديو جديد هذا الفيديو هو تطبيق برنامج هذا البرنامج يستعيد اي ملف انحذف من الموبايل المالتك مثلا صورة او فيديو انحذف من الموبايل المالتك تجد ان تستعيد عن طريق هذا البرنامج ستجدون الرابط بالدسكريبشن البرنامج هذا هو اسمه دامبستر دامبستر مدري شنو اسمه اوكي خلي نشوف مثلا احنروح على الستوديو هذا الستوديو مثلا نمسح هاي الصورة مثلا ما شوفون شباب ماكو الصورة راحة ما وجودة مثلا حذفتي بالغلط عندك يكون اوكي بالموبايل اوكي دقائقه تروحون على هذا البرنامج يطلعالك اي ملف انحذف من الموبايل اهه نان اوكي آل مثلا ما شوفون شباب هاي الصورة نشوف هاي الملفات محذوفة او صور فيديوهات اي شي اي نوع كانت والحلو بالبرنامج اذا اذا شوفوا ندري الملفات كل هين ما اخذت مساحة من الموبايل اذا شرح تجي رح تجي تحدد تسوي select all فمن تمسح دان الملفات كل هن رح يحر ساعة تخزينية بالهاتف مالتك او الموبايل او كي شباب والله ما ادري لي اشن موبايل من سواء الروت قام شوية بالتعليقات يعني شوية يقطع يشرف يشان شوية الروت والله ما اعرف هاش فمثل ما قلت لكم رابط بالدسكروبشن رح تتخيلون عليه رابط رح تحملون البرنامج او الاصحاب يعني بالعراق سوق play رح اقولون البرنامج غير متوفر في بلدك فراح تروح على سوق play P-Siphon اتوقع الكل يعرفه اللي ما يعرفه يكتب هذا اسم البرنامج فوق P-Siphon تكتبه من سوق play يتحمله P-Siphon اتوقع الولايات المتحدة الامريكية وعد ما تتصل تروح للضبط P-Siphon اتوقع الى مدير التطبيقات P-Siphon اتوقع الى مدير التطبيقات P-Siphon اتوقع ملفات محملة تبحث عن google play هذا هو و راح تسوي له مسح البيانات بعد ما يحسبهن مسح البيانات وبعدين تروح على سوق بلاي راح تفعله تلقى سوق بلاي امريكي و راح تروزي على تدخل على سوق بلاي راح يديك البرنامج و راح تحمله و اتمنى استفدت من الفيديو اتمنى ما تنسى اللايك و الاشتراك بقناتي و مع السلام